بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب يكون الجميع بخير وصحة وعافية عايزين نفهم ايه التعديلات اللي تمت على نظام الدراسة في مصر ونظام الانتحانات خلال شهر مارس 20 أشهر في البداية انا اسمي احمد رب الفتاح انا مهندس برماجيات في الحياة انا بكلم بحضراتكم كواليه ام انا عنده عدد بين الابناء في المراحل التعليم المختلفة وفي الحياة برده انا لحظت خلال الايام اللي فاتت ان هم اولاد يعني تيجين ومساوقفين ومشهدون للي يحصل حواليك انا قررت ان انا اعمل بحث عن التعادلات اللي تمت في الفترة اللي فاتت وفي الحياة انا لقيت معلومات كترة جدا لمتدولة سواء على الفيد بوك او على وقس ايب او على جروبات او على حاجات كتير كتير بعضها صح بعضها اشعاعات بعضها غلط تماما بعضها يعني مش موجود اساسا ليس له اي اساس مصر طب في الحياة انا عملت البحث ده عشان افهم الولادي واشرح لهم ايه تعادلات اللي تمت لكن في الحقيقة انا يعني بازلت موجود كبير في البحث ده فحبيت ان انا شرطه مع اكبر عدد بحث ان لو حدت لسه مش عارك او مش متابع او ما عندهش وقت يبحث يستفيد يستفيد من البحث بداياتا احنا سمعنا اشعاعات كتير جدا احتلال الكام يوم المتابع الترم الثاني تلغى الترم الاول هي نتيجة الترم الاول هي نفسها نتيجة اخر السنة ماكيش دراسة حلاص وكل عدة وكل نجح او في اجزاء كتير هتحاضر من المهة وهكذا في اشعاعات كتيرة سمعناها خلينا نكتدي ايه الاحداث اللي تمت خلال شهر مارس طبعا بيروس كورونا ابتدى معانا في فبراير ومارس يعني يا رب احفظ اولادنا جميعا والاحفظنا يوم 14 مارس تم تعليق الدراسة لمدة سبعين احنا دلوقات في الاسبوع الثاني وبعدين يوم 19 مارس وزير التربية والتعليم عرض علينا تعديلات كتيرة جدا على نظام الدراسة ونظام الانتحان هنستعرض دلوقات ما حضراتكم اهم التعديلات اللي تمت على المراحل المختلفة وفي الحقيقة انا في البرزنتيشن دي انا اتعمدت ان يكون المصدر بتاعي هو مصدر وحيد مصدر وحيد عشان اتفادى اي اشعة او اي معلومة غير صحيحة المصدر ده هو وزير التعليم وزير التربية والتعليم المصري تمام؟ هنبتدي بمرحلة رياض الادخال واولة وتانية ابتدائي كي جي وان كي جي تو ولا ابتدائي تانية ابتدائي دول اربع سنين ودول قبل موضوع فيروس كورونا هنبتدي كانوا مشكينة على نظام التعليم الجديد اسمه نظام التعليم الجديد تو ونظام ده مفهوش اي امتحانات اساسة ايه الجديد؟ بالنسبة حاليا اللي تم على المرحلة ده مفهوش اي جديد هم تم بلين بدون امتحانات لكن في الحقيقة اولياء الامور هيتضعبوا شوية عشان يستكملوا المنهج في البيت دي الاولياء عن طريق حاجة اسمها المكتبة الرقمية وحاجة اسمها المنصة الالكترونية هنتعرف عليهم بعد الشهر خلينا نسمع وزير التعليم بيقول ايه عن المحارات نبتدي من الاول الاخر السنوات من اول رياض الاطفال من اول كي جي وان لحد تاني ابتدائي اللي هم بيخضعوا لنظام التعليم الجديد نظام التعليم الجديد ما كانش فيه امتحانات في التصميم بتاعه وبالتالي سيبقى الامر كما عليه المجموعة دي الاربع سنوات دول اولياء الامور بندعوهم ان هم يتأكدوا ان ولادهم كملوا المنهج في البيت باستخدام الادوات المتاحة على المكتبة وعلى المنصة اللي هتكون متاحة ليهم ويبقى ليهم دور كبير في المتابعة معهم الكتب ومعهم فيه دليل للمعلم موجود وفيه دليل لولياء الامر بعض الشركات موفرة وفي نفس الوقت المكتبة الرقمية متوفرة فندعو الاهالي ان هم يتأكدوا ان ولادهم تخلصوا المنهج ده طيب قبل ما كمل انا بس عايز اركز على نقطة المهمة انا باعرض الوضع الحالي باشرح الوضع الحالي مش بقول ايه مميزاته او ايه عيوه مش بنتقد لي يعني انا البيدي ده مش الهدف منه ان انا عرض المميزات والعيوه اكتر منه الهدفي ان احنا نفهم الوضع الحالي واللي هو بقى عمره واقع وان لولادنا هيلتزموا بيه او هيمتحنوا بناءا عليهم فمش الهدف خالص ان انا بيين ايه نوة الطعف او نوة القوة في التعديلات بالنسبة لسنوات النقل من ثالثة ابتدائي لحد تاني اعدادي من ثالثة ابتدائي تاني اعدادي ما فيش امتحنات يعني الوضعر مش هتقيم الاولاد بناءا علي الامتحنات بس هتقيموهم بناءا علي حاجة تانية اللي هي ابحاث او مشاريع صغيرة هيتعمل بحث او مشروع صغير لكل مد ما فيش حاجة بحثت من المنهج خالص الطلاب ممكن ادعوا في الابحاث دي من اخر شهر مارس اول شهر ابريل ومعاهم احد نهاية السنة الجراسية هيتعمل حاجة اسمه المنصة الالكترونية هيتم الاعلان عنها وعن تفاصيل للتسجيل عليها او الدخول عليها اخر شهر مارس المحروب وده اللي هيتواصل عليها الطلاب مع المدرسين وهيتم انخلالها معرفة الابحاث اللي مخلوبة منهم وازاي يقدموها على المنصة المدرس بتاع الفصل بتاع كل مادة هو اللي مسؤول عن البحث وعن تصحيقه بعد جديد بمجرد الطالب مقدمي الابحاث دي المفروض يكون خلاص السنة الدراسية بتاعكم انتهي لو خلص الابحاث دي في اسبوعي بخلاص لو خلصها في شهرين بخلاص وفيه معلومة بقدم هو لو ما نحلش يخلصها لحد اخر شهر خمسة ان هو ممكن يخلصها في الاسبوعين اللي قبل بداية السنة الجديدة السنة الجاي ان شاء الله خلينا نسمع وزير التعليم قال ايه بالنسبة للسنوات النقل من ثلثة ابتدائي لتانية اعدادي هنعمل معا حاجة اول مرة نعملها واعتقد انها هتكون مرضية للاولاد والاولياء الامور بعيدا عن الامتحانات التقليدية احنا عاوزين نكمل المنهج ونقيمهم وفي نفس الوقت ما نرتبتش بمعاد امتحان نضطر ننزل فيه الولاد من البيت فهنعمل ايه المنصة اللي حضراتكم شفتوها اللي كل الولاد هيبتدي يجي لهم دعوات الانضمام اليها من الاسبوع القادم هنحط عليها في كل مادة من مواد اي سنة من ثلثة ابتدائي لحد تاني اعداد هنحط لهم مشروع على المنصة مثلا في العلوم في الرياضيات في اللغة العربية متاح لكل طالب وطالبة انه يحل المشروع لوحده او مع مجموعة من زملائه لحد مجموعة حجمها لا يزيد عن خمسة فده اختيار الولاد هتعمله يا اما اعمل المشروع احله لوحده او احله مع زملائي مشروع جماعي المشروع بعد ما نحله تحت اشراف المعلم باستخدام المنصة هنقدم المشروع بتاعنا وكده يبقى احنا خلصنا المطلوب مننا في المادة دي عندنا من النهاردة من 19 مارس 19 مارس الى نهاية اخر يوم في الامتحانات اللي كان في الخريطة الزمنية اللي هو تقريبا في نص مايو فاحنا كده عندنا شهرين والله اللي شاطر وهيخلص المشروع في اسبوع يبقى خلص اللي هيخلصه في اسبوعين برضو خلص اللي محتاج الشهرين يستعمله هيحله ازاي في منصة فيها حوار زي ما قولنا وفيها تواصل بيننا وبين المعلم بيوجهنا في نفس الوقت في المكتبة الالكترونية اللي احنا ممكن نروح لها ونجيبنا حلول البروجيكت اللي احنا هنحطه هتكون جوه المكتبة بتاع البنك المعرفة فالولاد لو عملنا مجموعة مع بعض تلاتة او اربعة او خمسة عاوزين نحل البروجيكت ده مش اسئلة زي بتاعت الامتحانة ده حاجة بنروح نبحث عنها ونجيبها ده بالنسبة لنا كافي لانهاء العام الدراسي وتقييم الطلاب فده كل المطلوب من غير بقى القلق بتاع الامتحانات والحفظ والكلام ده هنغيره خالص كده احنا بنتعلم حاجات كمان ربا ضرت النفاع الظروف اللي احنا فيها خلتنا نعمل ده مش بس كده احنا كده نتعلم العمل الجماعي نتعلم التعلم الذاتي نتعلم روح الفريق ازاي نبحث وازاي نكتب المرجع اللي جيبنا منه الحل ففرصة نستكشف الحاجات اللي في المكتبة ونحل البروجيكت اه لو لو انتم مستعجلين نخلصوا في اول اسبوع عشر تيام كده بالنسبة لكم تبقى المطلوب خلص فاعتقد ده هيبقى شيء افضل بحيث ان احنا حتى في الوزارة قررنا انه بعد ما ان شاء الله الازمة دي تعدي في المستقبل من سبتمبر عشرين احنا هنستعيد في جميع سنوات النقل عن الامتحانات التقليدية بفكرة المشروعات فمن هنا ورايح مش هيبقى فيه في سنوات النقل امتحانات تقليدية بليجان بمرقبين هيبقى عندكم مشروعات واحد او اكتر وده اللي هنقيم به الطالب نجاحه من سنة لسنة اعتقد ده مسلي اكتر وممتع اكتر وهايعلمنا مهارات جديدة وكده المزايا بتاع التعليم الجديد بقت متاحة لمن كان محروب منها اللي هو كان في تالتة ابتدائي لحد تانية اعداد اعتقد ان ده شيء افضل كتير من الازمة بتاعت الامتحانات التقليدية ده طيب هنتنقل تلوقتي للشهادات العامة تلتة اعدادية تلتة سنوات والديبلومات الفنية اه الامتحانات في نفس الموعيد المعلن عنها افضل كده مفيش حاجة اتحذف من المنهج اللي امتحانات هتتم في الليجان في المدرسة الليجان دي محروب ان هي هتبقى معقدة ومؤمنة من الخوات المصدحة خلينا نسمع الوزير قال ايه بالنسبة للشهادات العامة اه الشهادات العامة اللي هي الاعدادية والسنوية لحد التوقيت اللي احنا فيه بالظروف بتاعة اه كورونا اللي نعرفها النهاردة وهي والديبلومات هتتعامل في الموعيد المعلن عنها في الليجان الوحيدين المجموعات الوحيدة اللي هي الاعدادية والسنوية والديبلومات اللي هنعمل لهم تأمين خاص في الليجان وتعقيم خاص بالتعاون مع مؤسسات الدولة كلها وزارة الصحة وقوات المسلحة تأمين قبل الامتحان وبعد الامتحان وأثناء الامتحان بحيث نضمن ونحط مسافات واسعة جداً بين الطلبة بحيث يعني الامتحانات دي يتعدي على خير طيب هنتنين بعد كده الولى السنوية التانية سنوية الولى السنوية التانية سنوية هم السنتين أو الناس الوحيدة اللي معاها تقلي حالياً الناس دي هتمتحن تجريبه بكرة ومثلون وعشرين مارس تم تأجيله اليوم خمسة إبريل الامتحان التجريبه هيتم من البيت على التجليد وامتحان آخر السنة برضو هيتم من البيت ومثلون على التجليد لازم الطلبة بتعقولها سنوية ثانية سنوية يكملوا مذاكرة الأجزاء التوحية من المنهج من خلال برضو المكتبة الرقمية والمنصة الالترونية اللي هنكلم عنهم بعد خلينا نشوف الساتي ودير أولى وتانية سنوي أولى وتانية سنوي طبعاً طلبة يتمتعوا بميزة أن هم معهم أجهزة التابلت وأن هم معهم سيم كاردز هنوزعها على كل طلبة أولى سنوي الأسبوع الجاي من كل شركات المحمول ولهاتين السنتين الامتحان التجريبي اللي كان معلن عنه في 22 مارس هننقله إلى 5 إبريل عشان يبقى برى الأسبوعين بتوى الحظر وهيتعمل من البيت كل واحد من الطلبة هيبقى معاك جهاز هيعمله من بيته باستخدام السيم كارد بدون الاحتياج للذهاب إلى المدرسة وده امتحان بدون درجات بدون درجات احنا عاملينه علشان اللي داخل أولى سنوية تأقلم على فكرة إن الامتحان بيجي على التابلت ومرتح له وفكرة الوقت وفكرة طبيعة الأسئلة هنعمل واحد زي والتانية سنوي عشان وما شافوا التابلت قبل كده بس كنوع من إن احنا بنتدرب أكتر على طبيعة الأسئلة بعد الامتحان مش هنصلحه ولكن هنديكم الإجابة بعدها تاني يوم وهنسمح في يوم الامتحان بمثلا عشر ساعات تقدر تخش في يوم على الامتحان في الوقت المريح بالنسبة للطالب ده في أولى سنوي في الامتحان أولى وتانية في الامتحان التجريب في آخر السنة آخر الترم الامتحان النهائي هيكون برضو على التابلت وبردو من البيت بس ده هنصلحه إلكترونيا وهيبقى بدرجات مجموعها مع الترم الأولاني هو درجة النجاح للصف الأعلى طلاب الخدمات استلموا بالنسبة لطلاب الخدمات الامتحان هيبقى على التابلت برضو زي بقلب النظاميين زي بقلب النظاميين تاملت وبالتالي هيمتحنوا إلكترونيا زي زملائهم النظاميين يبقى طيب هنتنقل أبنائنا اللي هما زاوي الاحتياجات الخاصة الامتحان هيبقى عن طريق مشروعات يعني زي أبحاث زي سنوات النقل الخاصة اللي أبنائنا في الخارج في طلبة في أولى سنوي وتانية سنوي من زاوي الاحتياجات الخاصة طلبة من زاوي الاحتياجات الخاصة كانوا بيمتحنوا ورقيا مش هنقدر نمتحنوا ورقيا لظروف الحظر اللي احنا فيه فهنمتحنوا عن طريق مشروعات زي ما هنعمل مع سنوات النقل أبنائنا في الخارج طيب هنتنين الأبنائنا في الخارج اللي امتحان نفس الكلام عن طريق project أو مشروعات أو أحاس زي سنوات النقل زي ما هنعمل مع سنوات النقل أبنائنا في الخارج قررنا إنه عشان الدول اللي هما فيها تختلف في درجات الحظر وبالتالي ما نقدرش نمارس امتحانات على الأرض في لجان في دول فيها قرارات سيادية معمولة بمنع التجمعات فهنستخدم المنصة اللي ورينها لحضراتكم في هذه الدول زي ما هنستخدمها في مصر ودي قيمة التكنولوجي زي ما عاملين فاصل افتراضي في مصر هنعمل فاصل في السعودية وفي الكويت وفي إيطاليا وكده ونخلي الولاد ولادنا في الخارج تمتحن عن طريق نظام المشروعات على هذه المنصة زي سنوات النقل في مصر وبالتالي ما يدعش عليهم السنة الدراسية وأهاليهم يقدروا يخططوا للمستقبل بناء على هذا إذا الولاد عملوه في زمن أكثر هيكونوا خلصوا السنة بدري ويقدروا يبعد لهم حرية حرك فالمحتوى بتاع السنة كلها مفيش منه حزف ولكن هنقيمه عن طريق المشروعات مش عن طريق الامتحانات النظامية يعني خلينا نقول ملخص سريع كده اللي كل اللي احنا قولنا قبل كده سنوات المتحدة هتتم الدراسة ازاي والانتحانات اللي بيسمعونا ممكن يكون اشتبك عليهم الأمر اللي بياخدوا تعليم اتنين من كي جي وان لجريد تو ما عندهمش ابتحانات هيكملوا بإشراف منزلي واستخدام المنصة من سنوات النقل من ثلاثة لتاني أعدادي هتمتحن على المنصة من غير الزهاب إلى المدرسة باستخدام المشروعات اللي متاح ليهم شهرين يخلصوا المشاريع فيهم بإشراف معلم الفصل على هذه المنصة أولى وتانية سنوية هيمتحنوا بالتابلت مرة تجريبيا بدون درجات في خمسة إبريل ومرة في آخر السنة حسب الخريطة الزمنية دي اللي هتحتسب مع نتيجة الترم الأولين الشهادات العامة والديبلومات الفنية في مواعدها المعلن عنها في لجان معقمة ومؤمنة عن طريق كل مؤسسات الدولة وطلاب الخدمات إلكتروني وأبنائنا في الخارج هيمتحنوا بنظام المشروعات على منصة إدارة تعلم اللي ورينيها لحضراتكم وكده نبقى غطينا معظم الأسئلة اللي كل الناس بتتكلم عليها أعتقد أن الحل ده خلينا نقول إنما في بعض الأسئلة أنا شخصيا لسنا مش عارب جابة لها يعني لو طالب بنتهن في البيت لما بطاولة سنة والثانية سنة وحصل أي مشكلة فنية أصنع المتحان يعني شبكة اختصال وقعت مثلا الموبايل باطس حصل أي طارق عنه هنتعامل مع الحالات بزيادة يعني الكلام ده مش فاضح بزيادة الحاجة الثانية طلاب المرحلة الانتقالية الدائمة من ثالثة بدائل ثانية عدادة نحن بنحترض إن كل الطلبة دي عندها هي إما تابلت يا إما موبايل يا إما كاس كمبيوتر وفي الحقيقة مش ده الواقع فيه ناس كتيرا ما عندهاش الكلام سيادة الوزير تكلم ان فيه بقات إنترنت مجانية للدخول على المكتبة وعلى المنصة في الحقيقة احنا عنده برضه ما عندناش معلومات عن ايه بقات الإنترنت المكانية المتاحة للطلاب وتكلم ان هو هيبقى فيه تنوع لشركات الاتصال يعني في الحقيقة اللي انا عرفه دلوقتي من شركة اي بس الطلبة بيسكيله مسيم كارد من شركة اي طبعا بعض البيوت هتلاقي فيها شبكة مدخون قوية بعضهم في أماكن تانية هتلاقي ايه اورنج قوية بعضهم هتلاقي ايه قوية فاللان اعرفه لحد الوقت ان كل السنكات المسلمة هي من شركة ايه مفيش تنوع شركة الاتصال للأسف بعض المواقع زي بانك المعرفة مثلا هتلاقيه بطيط جدا بعض اللينكات جوه المكتبة الالتونية هتلاقيه مش شغالة هتلاقي في جديد الكتابات مش موجودة او مش شغالة وبعدين نعرف الكلام ايه بطيط فيصبت معناه فده سريعا المعلومات المتاح حاليا عن التعديلات اللي تاني لو لاحظنا في البديلات ان السادة الوزير الكلم عن المكتبة الرقمية والمنصة الالكترونية هذه العنوين بتاعي بنك المعرفة اي كي بي المكتبة الرقمية والمنصة الالكترونية وده منصة الامتحانات اللي التالبة تنتفن عليها خلينا ناخد فكرة سريع عن كل موقع من دول بنك المعرفة المصري اي كي بي ده عبارة عن موقع موقع الانتقليد في بعض الموارد التعليمية بس موارد كثيرة جدا متاحة على الانتقليد طبعا ده مش خاص بالطلبة ده خاص بالناس كثيرة جدا الموقع مفروح لكافة المصريين سواء طلبة سواء باحثيين سواء ناس عادية من كافة الأعمار هنلاقي جزء منه هنلاقي فيه ناشيرين كثير كثير من على مستوى العالم بجانب وزارة التعليم وهنلاقي ان فيه جزء خاص بالمراحل التدائية والأدادية على السنة الجزء الثاني المهم جدا اللي هي المكتبة الرقمية اللي هما الوزارة بتفترض ان احنا هتعتمد عليها او الطالبة هتعتمد عليها في المذاكرة خلينا نبص بصة على المكتبة الرقمية طبعا دي الاول دي بنك المعرفة لو احنا عديني ده شكل ده شكل بنك المعرفة ممكن من هنا نكليك هنا على ذاكر الان ندخل على المكتبة الرقمية او ندخل عليها مباشرة ده عنوانها study.akb.ag ده الشكل بتاعها لو احنا قلنا نذاكر الدقابة على ذاكرة طبعا ممكن نقلبها انجليش او نشتغل عربي زي ما احنا حدينه هنا بيعرض للمواد المختلفة المتاحة يعني بشور نجد خلينا نرفض مثلا الكميا ده مدعمة الموقع عربي انجليزي فانا موقع نغير لدي هنلاحظ عليميني هنا ان الكميا متاحة للصف الاول السنوي والثاني والثاني فلادي من الاول لو انا طالف اول سنوي يبقى اختار اول سنوي عشان ما يجب ليش كل حاجة متاحة للثلاث سنوي يبقى ان الحاجات المتاحة قداني دي هنالحاجات المتاحة او الخاصة بيوت الاولى سنوي اه لو انا ضغطت هنلاحظ هنا ان على الشمال هنا في ايفون او مثلا علامة الناس اللي جيب عنها وزارة التعليم المصرية لو نزلنا تحت هنلاقي ناشرين تنين خالص من برا مصر نحطين برضي فيديوهات ومحتوى اه يعني زيادة شوية لعشان لاحد عايز يتوصى على موقع طبعا ممكن اختار من علميني هنا ناشر اللي انا محتاج اللي انا مهتم ان انا اسمعي يعني مثلا او رفنا على حاجة زي الزرة والحسينات الاولين قال لي ان هنا جايب لي كتاب الوزارة قال لي ان هنا جايب لي كتاب الوزارة او درس الموجود في كتاب الوزارة الخاصة بالموضوع او انجليش سيجيب لي كتاب الوزارة سيجيب لي نفس الموضوع بس بالكتاب الوزارة في لينكات تانية هنلاقي انهما جايبين مثلا فيديوهات يعني مثلا او داخلنا على هذا على طفل الرابط على اي لينك تاني ممكن نلاقي برده حاجات تكيستو حاجات فيديو دعلا ناخد مثال تاني القوة الميورية مثلا خلان هنا في فيديو اللي انا ضغطت عليه ابدع هجيبلك فيديو خاص بالموضوع اللي انا اتكلم عنه اعلموا ان نوات الزرة تتكونوا من نيترونات وبروتيننات الاهد ان الفيديو ده مشهور في العربي اللي انا ضغطت على انجلش هيجيبلي نفس الفيديو تاني بس مشهور في الانجلش طيب لو احنا رجعنا تاني اه لو اقلنا هنا انا ممكن كمان هنا اقدر سيرش اقدر ابحث في الموقع ممكن ابحث هنا لو انا في موضوع معين انا عايد ابحث عنه داخل موضوع ان انا في كيميا يعني اعتبر ان انا بدأوا في مدية الكيميا في الصف الاول السنوي ممكن بدل معه ده عادي على الموضوعات الموجودات دي كلها اقدر اسمشها طب احنا مش ادخل في التفاصيل الموقع او انا بس باشرح سميعا الموقع ده في ايه واقدر اشتفيد ده ازاي في خطاة ده نرجع تاني للموضوعنا في حاجة بعد كده اسمها المنصة الإلكترونية وده عنوانها ebmodo.org الحقيقة المنصة دي لسه مشتغلتش زي سيادتي بزير مقال اللي هم شغالين عليها دلوقتي المفروض على الاخر الشاق يبعثوا للطلاب كلهم الكود اللي يقدروا يدخلوا بيه ويشتغلوا على المنصة عاديين نلاحظ بس ان فيه انوان تاني شبيه اسمه ebmodo.com اللي جاء في الفيديو بتاع سيادتي الوثير هو ebmodo.org ومش .com عشان بس ايه فيه ناس كتير هنلاقيها على الفيسبوك وانتزيلها فيديوهات على الموقع ده وهو اصلا مش طبعا لانش ده اللي جاء في الفيديو بتاع وزير التربية طب ايه المنصة الإلكترونية دي هنستفيد بها فيه في الحقيقة هم هنعملوا فيها حاجة زي الفصل التخيب يعني هيتشترك فيها المدرس الحقيقي بتاع الفصل بتاع الولاد يعني مثلا مدرس العربي هيدخلوا يسجل نفسه باسمه الحقيقي والطلاب بتاع الفصل مثلا 5a 5a primary 5b مثلا فيها عشين طالب العشين طالب هيدخلوا يسجلوا نفسهم على الكلاز ده ويبقى متاح ليهم التواصل مع المدرس ومتاح ان المدرس يبعت لهم يحمل لهم شيتات مثلا او هم عندهم حتة مش فهمينها يسألون ويشرح لهم او يتواصل مع بعض بشكل او باخر وعلى نفس الفصل التحيولي على المنصة الالكترونية المدرس الحصة ومدرس المده يبعت للطالبة البحث الخاص بالمده دي لكل طالب والطالب هيتخلص البحث ويحمله على نفس المنصة الالكترونية طبعا للأسف المنصة الالكترونية لسه ماشتغلتش لحفل البحث فأي حد هتلاقيه بقت على الفيس ازاي تعمل بحث وازاي تقدمه وتعرف ان الكلام ده كله غير صحيح ولسه لسه اصلا ماشتغلتش يبقى احنا دلوقتي عشان نلخص وسائل التعلم او التعليم عن بعض عندنا ثلاث حاجات القناوات التعليمية اللي هي التلفزيونية دي التردودات بتاعتها دي المراحل المختلفة والمكتبة الرقمية دي اللي فيها الكتب بتاعت الوزارة وفيها فيديوهات وشرح للمواضيع المختلفة وفيه كمان المنصة الالكترونية دي عشان نتواصل الطالب يتواصل مع المدرس الخاص بي في المدرسة وعشان يستلم البحث اللي هو مطلوب منه وعشان يقدم البحث فدي وسائل التعليم المختلفة المتاحة الحالية زي ما قلت قبل كده انا المصدر بتاعي الوحيد في هذا الفيديو هو الفيديو الخاص او الكلام الصادر عن وزير التربية والتعليم شخصيا اتمنى ان اكون اوضحت الموضوع لخضراتكم ولو في اي اسئلة ممكن حضراتكم تسجوها تحت الفيديو ونحاول نجمع الاسئلة دي نشوف اجابة عنها خلال الايام القادمة ونعمل بيها فيديو دي ان شاء الله نشكر جدا ويا رب يوفق اولادنا جميعا ويكونوا دايما نجديين واهم حاجة ان احنا يكونوا فتحها بعيد عن الفيروس ان شاء الله شكرا شكرا شكرا